أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لا أشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد فعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا وَلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوُ إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأِيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ سُدُودًا هذه الآيات من سورة النساء تشرح موضوع الطاعة وتذكر الفئات والدرجات للطاعة تذكر الفئات التي فعلاً تطيه والتي تزعم أنها تطيه والتي هي منافقة في الحقيقة لا تطيه وأصلاً تريد أن تفسد وتحدث الفتنة فالموضوع متكامل قد ذكر في هذه الآيات لنتظر إلى بعض الشرح لهذه الأمور فبالنسبة للآياء الأولى قد شرح المسيح المعودة لسلطة السلام وصلت الضوء على بعض الأمور الهامة الوارد فيها فقال يشرح بعض الناس الذين لا يجبرون أحداً على العمل بما ينافي الشريح وقال أيضاً وفي ذلك أمر واضح لتأتئ للأمر وإن قال أحد بأن الحكومة لا تدخل يعني حكومة التي نحن نعيش تحت ظلها لا تدخل فيه كلمة منكم فهذا خطأ صريح منه كل ما تقوم به الحكومة مطابقاً للشريح فهو يدخل فيه منكم والذي لا يخالفنا فهو منا يثبت من القرآن كإشارة النص أنه يجب أن يطيع المرء الحكومة ويجب عليه الإصغالها ويقول سيدنا المصلح موض رضي الله عنه في تفسير الكبير يقول الحق أن الله تعالى نفسه يعمرنا بتاعتهم أي بتاعة الحكومة في بعض الأحيان هيف قال أطيء الله وأطيء الرسول وأولي الأمر منكم فهنا أوجب الله علينا طاعة الرسول وأولي الأمر إضافة إلى طاعة الله ولكن بشرط وهو مخلصين له الدين أي أطيء العباد ولكن لوجه الله تعالى بمعنى أنه على المؤمنين أن يطيعوا شخصاً أو جماعة بالقدر الذي يعمرهم الله بطاعته عندما سئل المسيح عليه السلام المسيح الناصري عن الضريبه فقال آتوا ما لقيسره لقيسر وما لله لله يعني المسيح الناصري عندما سئل عن الضريبه هل نوطي أم لا لأنك أنت جيتا وآمنا بك وآلان نحن تحت ظل حاكم مستبد ما كل ذلك قال آتوا ما لقيسر قيسر لقيسر وما لله لله هذا يعني أنه إخلاص الطعاء لله تعالى لا يعني أن طاعة غير الله حرام بل يعني عليكم أن تطيعوا من يامركم الله بطاعته وبقدر ما يامركم بطاعته فمن هذا القبيل إذا أطعنا أي حكومة فهذا يدخل وكأننا أطعنا أوامر الله سبحانه وتعالى ومن هنا الذين يعتبر الذين يعترضون على المسيح المعودة لسالة والسلام بأنه كان مطيعا للحكومة الإنجليزية فهو كان ينفس تعاليم الإسلام تعاليم القرآن لأجل ذلك كان يطيعهم ماذا كانت الحكومة تقول كانت الحكومة لا بد أن نعرف يعني الخلفية قليلا جاءت الحكومة الإنجليزية بعد وطأة من الحكومات وخاصة حكومة الصيخ الذين لم يكونوا يسمحون للمسلمين أن يؤذنوا جعلوا حولوا مساجدهم أصطبلات وقالوا إذا سمعنا كلمة أذان فنحن نتجنس فلا بد أن تقتر ألسنت أولئك الذين يرفعون الأذان وحتى أحرقت المكتبات ونزعت نسخ القرآن والبخاري وجميع الكتب الدينية من بيوت المسلمين لدرجة أنه ورد في التاريخ والمسيح الموت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم أيضا قد كتب في كتبه أنه في بعض الأحيان كان بعد العلواء ماتوا وكانوا يتحسرون لئتني قبل الموت أرى صفحة واحدة من الصحيح البخاري أنظر إلى هذه كانت حالا جاءت الحكومة الإنجليزية آتت الحرية الكاملة فليمارس كل واحدين دينه طيب ماذا نفعل؟ ينبغي أن نخرج المحاربته آتت الحرية للتبليغ يمكن أن تبشر عن دينك بطرق سلمية منعت كل الاضطهاد التي كان باسم الدين يعني منعت المسلمين المتشددين والصیخ المتشددين والهندوس المتشددين أنه لا يمكن لكم أن تتحدوا أو تقتلوا أحدا فقط بسبب اختلاف الدين هذا ما يعمرنا الإسلام ووفروا الرفاهية والاحتمام لكل الشعب هذا ما يعمر الإسلام كيف شخص بعثه الله سبحانه وتعالى ياتي ويرى هذا الخير بعد ذلك الشر الذي ذكرته فيجب أن نشكر من أطاها لنا وفر لنا العمن والحرية والاحتمام كل ذلك بدل من أن نحاربه فالذين يطردون يطردون للمسيح المعودة بأنه كان مطيئا للهكومة الإنجليزية إنما لا يعرفون تعاليم الإسلام فهل جزاو الإحساني إلا الإحسان هل فعلا أصدوا المنة للمسلمين كلهم في الهند بحيث جعل هذه الهكومة أطاحت لهم الحرية للممارسة شعائرهم الدينية فهذه هرية لا يمكن أن تنال إلا ببدل جهود كبيرة وهؤلاء قد وفروا ولكن لننظر إلى أولئك الذين يطردون كيف كانت حالتهم يعني من ناحية يطردون من ناحية طيب ماذا كان ينبغي كان ينبغي يعني من وجهة نظرهم كان ينبغي اللا يطيئ المسيح المعودة ولا جماعته الحكومة الإنجليزية لماذا؟ لأن هاول الكفار فينبغي محاربتهم هذا هو موقفهم طيب لماذا لم تحاربوا رغم الإيمان بهذا المبدأ بقوا طعين للهكومة الإنجليزية فهاقز عاشوا حالة النفاق والمسيح المعودة صلى الله عليه وسلم كان يقول صراحة لا هذه الهكومة قد وفرت هذه الأمور لابد أن تطيئهم في القوانين التي هم أصلا هي قوانين الإسلام أما إذا كانت أي حكومة تضطهد وتفرض تفرض بعض الأمور التي من شأنها أن تؤود بمنع جميع الممارسات الدينية فالقرآن والإسلام يطينا الحل مثلا أنا أضرب لكم مثال لماذا قلت كلها لأننا نحن نعيش حيات الإضحاد في كثير من البلدان وأنا أضرب لكم مثال باكستان مثل يمنع أن نرفع الأدان يمنع أن ناقض الاجتماعات يمنع أن نكتب الكلمة الطيبة شهادة لا إله إلا الله محمد الرسول على واجهات مساجدنا يمنع أن نلقي السلام على الآخرين وحتى في عند العيد الماضي قد انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي رسالة انتشرت رسالة من أحد المشايخ قال بناء على نص نص القانون ممنوع لأي أحمد أن يمارس أي شعير من شعير الإسلام فإذا وجدتم أحداً يمارس أو يظهر نفسه بأنه مسلم إذا وجدتم أحداً من الأحمد يظهر نفسه أنه مسلم من خلال أدائه أي شعير من شعار الإسلام فينبغي أن ترفع ضده تقرير في المحكمة في مغفر الشرطة ويجب أن يؤتقل ومن بينها وعطى على المد أيضاً قال الآن الإيد للأبواب فإذا رأيتم أحمدياً يذبح أضهية فهذه ممارسة شعر الإسلام وكأنه يظهر نفسه أنه مسلم فلابد أن ترفع ضده فمع كل ذلك لا نمنع من أداء الصلوات لا نمنع من فقرات القرآن لا نمنع من التحلي بالتعاليم الإسلامي فالأساسيات موجودة نبقى هناك ولكن الذي لا يتحمل والقرآن يقول له فتهاجر يعني ليس لك حق أن تقوم ضد الحكومة وأن تحدث الفصاد والفتنة إذا شعرت أنه قد قيدت حريةك إلى هذه درجة بحيث لا يساوك أن تمارس الممارسات الدينية شعارك الدينية فتهاجر فسوف تجدون مراغما كثيرا إن شاء الله تركوا هذه الأرض وإذهبوا أما إذا كانت هناك حكومة وهذه الحكومة لا توجد على وجه الأرض هي تمنى الناس من الخروج أيضا وتتهدهم في الداخل يعني وحاولا تحركهم فلا يوجد محل أن يخرجوا حولا ولكن لا يوجد مثل هذه الأمور يعني حيثما يوجد الاتحاد على بواب مفتوحة للهجرة والناس يخرجون فهذه هي التعاليم الإسلامية الصحيحة ونحن تبنيناها فلأجل لذلك نحن ضد أي عمل يقوم به الناس ضد حكوماتهم ينبغي أن يطيء هذه القوانين التي هي بالفعل القوانين تنظم الأمور وينبغي أن يكون تعيين ومسالمين إن الخروج ضد الحكومة والأمور المضادة لطيارات الحكومية كلها تحدث الفتنة والفساد والفتنة أشد من القتل والله لا يحب الفساد فلأجل ذلك أنا ذكرت لكم لماذا أطاع المسيح المودة صلى الله عليه وسلم كيف كانت حالة الذين كانوا يطردون ما هي خطة العمل التي آتنا إياها القرآن الكريم ونعمل عليها فبناء لذلك ينبغي أن نكون مسالمين وطائعين للقوانين البلد وينبغي أن يكون الأحمد هو مثال لهذه القوانين أنا كنت بينما كنت في الطائرة كانت هناك سيدة إنجليزية جلست معي وطوال وطوال الرحلة كانت تتحدث حول تعليم الإسلام فأرفتها للجماعة الإسلامية الأحمدية وهي كانت تتحدث عن الحجاب وأمور أخرى أثارت وفي النهاية قالت لا أنتم ما تقدم ما تقوله يعني أن هذه تعليم الإسلامية هذه يمكن أن تكون مقبولة قلت لها إذا وجدتم يعني إذا رأيت أي أحمد أنكث فسوف تتمنين أن يصبح الشعب كله أحمدية لأنكم لن تجدوا مثالا لمواطن طيب مسالم للحكومة في أي بلد من بلاد العالم إلا الأحمدية لأنه لماذا ليس من اندهي لأنه يطبق التعليم التي أوطيها من قبل الله من قبل النبي وما قدمه سيدنا المسيح المعودة صلى الله شرحا لهذه تعليم فلأجل ذلك هذا هو الموضوع الأول الذي كنت أريد أن أوسلكم إياه فينبغي أن تتقيد بقوانين البلد تصبه نموذجا للآخرين نموذجا مثاليا للآخرين حتى ينذر إليكم بالبعيون ويشار إليكم بالبناء الله سبحانه لقد خلق نزاما خلق الكون وجعل فيه النزام وجعل في كل جزء منه النزام ونحن نرى أنه ربط كثير من الأمور حياة هذا الكون حياة الأشياء أحيانا جاء له النبي صلى الله عليه وسلم أنه بدر يعني سورة متكاملة للنبي صلى الله عليه وسلم وجعل الحياة روحانية أيضا منوطة بهذه الشموس هذا الشمس والقمر والنجوم ولكن كل ذلك في النهاية يصب في بوتقى واحدة وهي استجابة يعني إلا لم تكن لديك قوة لتستجي لا تستطيع انتنال الحياة أنا ضربت للإخوة مثال الجسد اللہ سبحانه تعالى خلق هذا النظام في جسدنا هناك رأس هناك آضاء هناك أجزاء للجسم فإذا أمر الرأس لليد أو لأي جزء إن لم يستجب نحن نعبر عن هذه الهالة أنه أصابه شلل يعني هذا الجسد لا يستجيب للرأس فيضمر أولا وفي النهاية يبطر ولكن الأضوى الذي يستجيب يتحرك في كل لحظة ينال على الحياة من الرأس هذا ما أشار القرآن على مستوى الرحاني حيثو قال شدون هم أيضا يتمتعون يعني ينطبق عليهم هذا الأمر أيضا ينبغي أن نستجيب لهم لكي نتمتع بهذه الحياة الروحانية الروحانية من الله سبحانه وتعالى الآن أنا أخذ بعض القضايا التي يخطر بالبال طيب إذا وصلنا إلى هذا الأمر أنه ينبغي أن نطيد والآيات تقول تخض إلى ذلك فإلى أي درجة المسيح المعود على سلسل والسلام قال ينبغي أن تطيد أنا آتي بالأحديث لم أتركها ولكن بما أن هذه القضية جاءت هنا فأتناولها النبي صلى الله عليه وسلم قد فصل في الأحديث هذا الأمر والمسيح المعود على سلسل والسلام قال ينبغي أن تطي أن تكون بيد الأمام تطي الأمام كما يكون الميت بيد الغسال كيف يعني إذا كان الميت بيد الغسال وهو يغسله هو أحيانا يقلبه أحيانا يفل والميت لا يوجد له حراق لا يوجد له إرادة لا يوجد له إطراض لماذا حركتني هكذا لماذا قلبتني هو يتحرك ما يريده فهكذا يجب أن نكون نتحرك ما يطلب مننا الإمام طيب الكثيرون يعني هناك البعض يطردون على هذا يقولون طيب لماذا هذه طعم وهذا حجر للأقول لماذا تفرضون مثل هذه الطعم بأنه كالميت في يد الغسال هم لا يفهمون سر هذا الأمر يعني يطردون على الظاهر ولا يعرفون الحقيقة نحن لم نتلب شخص يجري في الشارع نقول له عليك أن تطيع المسيح المعودة لسلاة والسلام كالميت في يد الغسال لم نقل لشخص لا يعرف أن العحمد يشاهد نقول لا عليك أن تطيع لا الطاعة دائما بعد الإيمان الطاعة بعد الإيمان بعد أن صدقت وقلت بأنه هو ذلك الإمام الذي بعثه الله سبحانه وطالع في حضر أصر وفق نبوآت النبي صلى الله ووجدته صادقا إذا وجدته صادقا فلزم جماعات المسلمين وإمام إن نحك جسمك وإن أخذ ماله هذه بصية النبي صلى الله ورحمه بعد ذلك ما فيه بعد الإيمان لا يوجد خيار يعني لا يوجد خيار أن ترفض إذا رفضت بعد الإيمان ما نذلك يعود الأمر نبدأ من الصفر فقط الإيمان فليس القضية الآن الطعام كالميت بيد الغسال لا الآن القضية قضية الإيمان يجب أن تعود أنت فقدت الإيمان إذن ارجع إلى الوراء فهذه المطالبة فقط من أولئك الذين آمنوا وصدقوا وقالوا بأنه هو الإمام يجب أن يطاع فيجب أن تطيعوا وإلا لا يوجد هناك ثبيل طيب قضية أخرى قضية أخرى ينشأ يعني هذا السؤال أيضا في بعض الأحيان يقولون الطاعة الكاملة في بعض الأحيان تحدث مشاكل كثيرة مثلا هتلر كان يطالب بالطاعة الكاملة وانظروا كيف حصل مع العالم كله فكذلك ليس صحيح ليه لأن هناك فرق بين رؤساء الحكومات وبين الإمام الذي أقامه الله سبحانه وتعالى الرؤساء للبلاد همهم بست السلطان همهم السيطرة على الشاب همهم يعني رفع النفس همهم أن يسبهوا هم يعني الناس يعبدونهم هكذا ليس حرفيا يعني أن يكونوا وراءهم دائما وهو لا يبسطوا حكمهم على الجميع وحتى يوسعوا رقاط أراضيهم وبلادهم ويخوضوا في الهروب هذا همهم فإذا قالوا عليكم بالطاعة الكاملة ربما تحدث مثل هذه المشاكل أما الخليفة أو الإمام ماذا يقول هذا ماذا همه يعني السباح مساء يقلق ويدعو للمرضى الذين في كل بلاد العالم للذين ليست لديهم لقمة للأكل ليس لديهم ما يأكلون هذا يدعو لهم ويقلق لهم للفتيان والفتيات الذين وصلوا إلى سن الزواج ولا لم يتزوجوا يدعو لهم للمرضى للكبار السن لإرتقائهم الروحاني هل من زعيم يدعو لشعبه أن يرتقوا روحانيا هل من زعيم يدعو لشباب لكي يتزوجوا هناك مهام مختلفة هناك أمور نهائيا مختلفة هؤلاء يعملون من أجل الدنيا وهذا لا يهمه إلا الدين إلا الإصلاح إلا الفلاح إلا الرفاهية وإزدعاد في الروحانية والتقوى للمرضى فلا يوجد هناك فرق فلا يوجد هناك مماثلة بين هذين الأمرين فهذا السوال أصلا ليس صحيح ليس في مكانه لا عليك بالطاعة بالصمع والطاعة وهناك أحديث كثيرة جدا يعني أنتم جميعا سميتم أن سؤل للنبي صلى الله عليه وسلم وقال سوف يكون فيكم اختلاف كبير ولكن عليك بالصمع والطاعة عليك أن تطيف في كل أمر وبعضهم قالوا إذا فعلوا كذا وكذا هذا يتعلق بالحكام الدنيويين هناك يعني هنا يجب أن أوضح أنه ينبغي عندما تقرؤون مثل هذه الهديث ينبغي أن تفصلوا بين الحكام الدنيويين وبين الحكام الدنيين عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم أن تطوهم حقهم وصلوا الله حقكم فهذا يتعلق عن الحكام الدنيويين أما بالنسبة إلى ولاة العمر إلى الآئمة إلى الخلفاء فيقول عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعد عليك بالصمع والطاعة في المنشط والمكر يعني الإنسان يختبر في الضاء في المنشط دائماً كل واحد يمكن أن يطيع أما في المكر هنا اختبارك إذا شككت في الأمر شككت في إيمانك بالإمام وإذا لم تفعل ذلك ما أن ذلك أنت لديك في ضوف عندك تخاضر في طاعة الإمام فهذا امتحان كبير الطاعة امتحان كبير جداً فينبغي أن نفهم هذا الموضوع جيداً إما عن نطيب إما لا وإذا لم نطيب أن ذلك نحن هناك ضوف في الإيمان لابد أن نرجع لابد أن نفكر طيب لماذا عملنا؟ إذا عملنا لابد أن نطيب فيها لأنه لا يعمر بأي شيء خلاف القرآن والثنة وعندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم اسمعه اسمعه وعطيه وإن استومل عليكم أبد حبشي كذلك يتكلم عن الهكام الدنيويين ما أكل لذلك يعمر أن تطيبه مهما كان لا عقل له ولكن ينبغي أن تطيبه لأن عندما تعاتيك يحدث الفساد والله لا يحب الفساد يحدث الفتنة والفتنة أشد من القرآن هنا قضية أخرى أتناولها وهذه القضية يبدو أنها لم تطبخ هي قضية معروف مثلا نحن نقول وعندما نبايع نقول ونطيئك في معروف والبعض الذين لديهم هذه المشاكل يعني الذين يثيرون مثل هذه الأسئلة لديهم مشكلة في الإيمان يذكرون هذه الأمور التي ذكرتها ومنها طيب سوف نطيف المعروف وكأن هؤلاء سوف يقررون ما هو المعروف يعني النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أخذ البيع في هذه الكلمات ولا ياسينك في معروف في هذه الكلمات إذن هل كان يتوقع أن النبي صلى الله عليه وسلم سوف يامر بعمر لا يدخل في المعروف لا المعروف ما هو المعروف المعروف هو القرآن والسنة يعني كل أمر مستنتج من القرآن والسنة هو المعروف فالمعروف هنا ليس خيار وإنما تغضيه يعني الَّذِي سَيَامُرُكُمْ بِهِ سَيَكُونُ مَعْرُوفًا مِنَ الْمَعْرُوفًا فَيَنْبَغِيَنْ تُطِيْهُوهُمْ لا يمكن لأي خليفة أن يعمر بأمر يخرج من المعروف لأنه يبني يبني كل أمره على القرآن والحديث فكيف يخرج من المعروف وإلا فليخبر هؤلاء أن أمر فلاني للخليفة لم يكن بالمعروف لأنه خرج من القرآن والسنة لا يمكن فهذه ليست هجة على الإطلاق أنه هناك لأن الذين يثيرون مثل هذه الأسئلة لا بد أن هناك خلل في الإيمان ضعف الإيمان فينبغي أن يدعو الله سبحانه وتعالى لكي تتقوى إيمانهم الآن آتي إلى كيف يعني هؤلاء يمكن أن يكونوا قد تأثروا بالمنافقين وفي أجل ذلك في بعض الأحيان يثيرون مثل هذه الأسئلة ولكن كيف كيف أطاء الصحابة يعني تخيلوا لا يطلب منا في هذه الأيام أن نضحي بأنفسنا المسيح المعروف للسلام لا يطلب لا يدوكم تعالوا نخوض في الحرب ويجب أن تضحوا بأنفسكم لا يقول ولكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كان انظروا كيف كانت الطاعة صعبة جدا وكيف لبأ الصحابة نداء النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كانت الدعوة تعالوا وضحوا بأنفسكم وكيف كانت الاستجابة ياتون وعيونهم تظرف الضموه لأنهم لا يجدون لا يجدون ما يركبونه ولا يجدون أي أصلها وليس لديهم لا حول ولا قوة لو كان بهم قوة لا خرجوا يعني لأن السفر طويل وليس لديهم أي ركوب يعني داباها تيركبوها وليس بيدهم أصلها ما فيس فقراء كانوا يتطلعون إلى أن يضحوا بأنفسهم كانوا إذا رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يخوض هذه المعارك وبعض الصحابة قالوا وكان ياكل التمر قال بينك وبين الجنة ترك التمر وخاض المعرك ويستشهد هكذا كانت الاستجابة ألا إيش ألا أن تضحي بنفسك أما الآن تطلب تضحية الوقت تضحية المال تضحية لك تضيك على نفسك وتجعلها صالحا وتعبيا لأوامر الله سبحانه وتعالى ف كيف ينبغي أن تكون الاستجابة ينبغي أن تكون الاستجابة بنفس التاريخة فلأجل ذلك نحن نقرأ في كلام المسيح المعود السلام كثيرا ما يركض ويقول عليكم أن تظهروا نموذج الصحابة تتحلوا بأسوة الصحابة كيف استجابوا إلى الله كانت مليا بالخمر لم يقل أحد طيب دعونا نستوثق الخبر نسأل أحدا لعله يخطر ربما لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لا إذا وصلنا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن نعطي هذه كانت استجابة وانظروا استجابة هذا الشخص الذي كان في الزقاق والنبي صلى الله عليه وسلم يتحدث مع الناس في المسجد فقال لهم اجلسوا وقال لأحدهم اجلس وصل هذا الصوت لهذا الصحابي الماشي في الزقاق جلس هناك وبدأ يضب نحو المسجد سأله أحد لماذا تفعل ذلك قال النبي صلى الله وسلم أمرني بذلك قال لا لم يأمرك أمر بمن كان في المسجد قال الصوت وصلني لو ميت ومثلت أمام الله سبحانه وتعالى وسألني هل أطاعت النبي صلى الله سلم فإنما فل ذلك هل كان ببصي أن أقول لله أزوجل أنني أتات النبي صلى الله و سلم ما دام أمر النبي صلى الله و سلم قد وصلني لابد أن أطي هكذا ينبغي أن تكون الإستجابة هكذا هو مطلوب مننا نفس الحدث وأنا كنت في خضم هذا الحدث حصل عندما أنتخبا الخليفة الخامس أيده الله و سلم و سلم أنتخبا و أولنا المسجد كان مغلقا لأن الاجتماع هذا اللجنة الانتخاب و بعد ذلك عندما أولنا فتح المسجد و سمح لنا أن ندخل و نحن كنا من أوائل الداخلين جلست قريب و كل وحد كان يعني يحاول أن يشرب كما يقال بالعربية يعني يحاول أن يرى إلى أمير المؤمنين لأنه لا يعرف من أنتخب ف الإخوة بعضهم كانوا يجلسون و بعضهم كانوا على الركم و بعضهم واقفين فقال أمير المؤمنين اجلسوا وهذا الصوت من خلال هذا الميكروفون وصل إلى كل من كان مجتمعا على الشوارع خارج المسجد وإذا رأيتم هذا المشهد قال الناس هذا أول أمر صادر من الخليفة كيف ينبغي أنه خالفه يجب أن تجلس كل واحد جلس في الخارج رغم أن العمر كان موجها إلى الواقفين أمام أمير المؤمنين في المسجد هكذا يجب أن تكون الطاعة هناك أحداث كثيرة جدا وأذكرها لكي نشد الهمة مرة أخرى يعني أنتما يقول النبي صلى الله عليه وسلم تبرعوا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم فالله سبحانه وتعالى الإسلام قالوا لماذا؟ قالوا ما دام ابن أبي قحافة قد أصبح أمير المؤمنين فهذا الدين صحيح من الله عز وجل وإلا نحن كيف يمكن لابن أبي قحافة الذي لا يعرفه آهد الذي وليس يعني كبيرا من زعماء من الزعماء يصبح هو أمير المؤمنين فلابد أن هذا الدين من الله وعمر فهم هذه رسالة فجاء بنصف ماله والآخر هكذا وكل واحد سوف يثاب على نيته أنا البارحة كنت عند الإخوة ودربته هناك مثال أن بوذا نحن نعتبره نبيا في في الهندوس يعني هذا النداء رفعه كل الأنبياء لكي يتبرى الناس من أجل المهامة الدينية فمرة يقال بأنه قال يجب أن تتبرع وجاء الناس الكبار والأثرياء جاءوا بالشوال وهذه الكياسة الكبيرة من القمح والزرع وأمور كثيرة محاصيل الزراعية لأنه لم تكن النقود وكل من ياتي يستقبله بوذا بيد واحدة وهو جالس ويشكره حتى جاءت امراء وكانت بيدها تفاها نصفها ماكولا وبقية نصفها وهي قدمت ووقف بوذا واستلم التفاها يعني نصف التفاها بيديه وشكره فأطرد هؤلاء الأثرياء قالوا نحن آتينا بمحاصيل كثيرة جدا وأنت لم تقوم وحتى قبلت بيد واحدة وهذه المرأة لم تاتي إلا بنصف تفاها ووقفت وشكرت وقبلتها باليدين لماذا؟ قال اسألوها هي تعرف فعندما سألوها قالت المرأة أنا عندما وصلني نداود أنا كنت آكل تفاها فعندما وصلني توقفت لأنني لا أملك بيد ولا لباس إلا الذي لبسته لا بيد ولا لقمة لاش هذا هذا كل ثروتي فأتيت ما تبقى فالله سبحانه وتعالا يقبل الله سبحانه وتعالا لا يناله ما هي تلك العاية لحمها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى فالمشاعر التي هي خلف هذه التضهية هي هي تكون مقبولة وليست أثرا ذكرت المثال إذا كان عند عهد مليون ليرا ومليون دولار ويورو ويتبرى بخمسين دولار ويورو فهذا لا شيء أما الذي يملك مية ويتبرى بعشرة فهو أكثر يتبرى أكثر منه طيب ليرا وزيرا أرسلت تكفينه ومليون ودفنه ورسل أما ابن فعضفنه في الملابس الذي توفيا فيه وهكذا فعل وهكذا يجبن تكون الاستجابة درجة لا يعرفه الناس يعني في بعض مرة جاء أحد الإنجليز لكي يقابل هذا اللامة يعني هو كان يعتبر لغته رائعا جدا من هذا ينبغي أن أقابله فجاء إلى قاضيان ووجد شخصا يرعى الجاموس فسعى له قال هل تعرف مولانا الشير قال نعم قال أنا أريد أن أقابله قال تعال معي فأخذه إلى البيت فهناك ربط الجاموس ودخل إلى البيت غسل يده وقال نعم أخبرني أنا مولانا الشير هكذا كان شخص بسيط جدا فهذا كان مسافرا إلى انجلترا في ذلك الوقت كان سفر بالبحر ففي بمبئي من هناك كان سياخذ الصفين أو الباخرة هناك أفراد الجماعة قالوا له كان يوم الجمعة قالوا له أنت صحابي للمسيح المعود الأسلام صلبنا اليوم صلاة الجماعة فبسبب توضوه قال لا أنتم عندكم إمام ما دمت أنت فينا ينبغي أن تصل فبقف وعلق فيهم القطبة قال أنتم اخترتموني الآن إماما للصلاة واحدة صلاة الجمعة بعد أن اخترتموني إماما الآن أصبح لزاما عليكم أن تطيعوني في كل حركة أكم بها في القيام والركوب والسجود لا تستطيعون أن تخرجوا منها زتا حتى ولو أختاتوا يحق لكم أن تقولوا سبحان الله ولكن لا يحق لكم أن تتركوا السلاة وتذهبوا يقول إذا كانت هذه الحالة التي يقدمها الإسلام لل للإتباع يقدمها الإسلام لشخص أين إماما لصلاة واحدة فكيف ينبغي أن نطيع لمن جعله له إماما ونحن نبايعنا على يده فهذا مثال جيد ممتاز ومؤثر جدا ينبغي أن تكون طاعتنا هكذا ينبغي أن نشد الحمى لابد أن يعتبر كل واحد أول مخاطب لقول الخليفة عندما يصدر من فمه كل يوم الجمعة وهو يذكرنا ويخاطبنا يذكرنا ماذا يذكر يذكرنا بهذه الأحديث يجب أن نشد الهمة يجب أن نتحلى بالأخلاق يجب أن نفسنا المعاملة يجب أن نترق روحانيا نزداد تقن نزداد إيمانا فنحن نترق هناك هذه غاية أن الله يجب أن يجب أن يسر في ذلك الوقت لأنه قد ألقى في قلبه هذا الموضوع فلابد أن الله يؤيد لمن يتمر بأوامره يؤيد لمن يريد الأمل به وأضرب لكم مثال هناك أخوان من جماعة كبابير هؤلاء من يعيشون في القدس وأنا انتقيت بهم كان يشاهدان خطبة أمير المؤمنين وكيف هنا الخطبة وهنا هما جالسان وهنا الطاولة وعلى الطاولة علبة السجائر لأن كلاهما يدخنا وإذ أمير المؤمنين يلقي الخطبة على حول موضوع يجب أن تقلئ عن التدخين يعني حاولوا أن تقلوا عن التدخين لماذا لأنه إضاءة الأموال أولا وهذا من قبل اللغو يعني ولا يبدو الإنسان شريفا إذا كان متدخنا يفعل لا يبدو هكذا يعني إضاءة الأموال والصحة لا تلكوا بأيديكم إلا التحلك لماذا أنتم تضررون أنفسكم بهذا الطريق وتضيعون الأموال وهذه رأيها الكريهة والتي تاتب يعني مثل هذه الرأيها من الناس الملائكة لا ياتون إليه فلماذا نحن يعني نعرض أنفسنا بعد الضفع لموال لمثل هذه المصيبة فعندما قال أمير المؤمنين يجب أن تقلئ وحول كانوا يقتنعون بعد كل جملة فعندما انتهت الخطبة كان كل واحد بدون أن يتكلم الواحد مع الآخر كلاهما مد يدهما يعني كل واحد يده إلى قلبة السجائر وحكذا حتموها تحتيما ومنذر ذلك الوقت وإلى الآن لا يستطيع يدخلون رغم أنهم حاولوا في الصابق ولكن عندما يامر أمير المؤمنين بأمر الله سبحانه وتعالى يسهل الأمل بهذه المؤمن لأنه هذه الأمور تاتي من الله سبحانه وتعالى فالله سبحانه وتعالى يؤيد لمن يريد العمل فجربوا صفة رؤون وبالمناسبة أنا رأيت بعض الأخوة يدخنون أنا لا أقول يعني يجب أن تقلعوا اليوم لكن حاولوا حاولوا أن تقلعوا لأنه يعني هذه العادة لا فائدة منها البتة بل إذا رأى أولادكم في في هذه الهالة وهم سوف يدخنون وإذا دخن ولدك ومناته وإذا قال لك طيب عندما تقلع أنت سوف أقلعنا فماذا ستطفر فلا بد أن نفكر في أجيالنا القادمة أن لا ننقل هذه الأدوى إليهم وفي النهاية يعني هناك كانت هناك أمور أخرى كثيرة ولكن أخ يعني ذكرت ما كان في بالي ولم نتبع إلى هذه الأوراق ولكن في النهاية أنا أذكر مقتبس من كلام المسيح المعود عليه الصلاة والسلام وهو يقول أن الطاعة يقول الطاعة الشيء إذا اختاره الإنسان بصدق القلب نشى في قلبه نور وفي روحه لزة ونور ليست هناك حاجة إلى المجاهدات بقدر الحاجة إلى الطاعة ولكن الشرط هو أن تكون الطاعة صادقة وهذا هو الأصعب لا بد من ذبح أهواء النفس في سبيل الطاعة وإلا لا تتحقق الطاعة والذين يطعون يجربون أن الذين لا يستطيعون ذبح أهواء النفس تنشى لديهم هذه الأسئلة طاعة في معروف وطاعة في بيد الغسال لماذا لماذا هذا الذين لا يزبحون أهواء النفس يقول لا بد من ذبح أهواء النفس في سبيل الطاعة وإلا لا تتحقق الطاعة لا يمكن لقوم أن يسمى قوما ولا يمكن أن تنفخ دون الطاعة أدو الله سبحانه وتعالى أن يوفقني أنا ويوفقكم أيضا للطاعة الكاملة ولذبح أهواء النفس وأن نصبها مطيئين كاملين لإمام الزمان وأن نتحل بأخلاق إسلامية ونطيئ بأوامر أمير المؤمنين وهكذا نحدث تغييرات حسنة ونخرج من هذه الجلسة ونحن أن نشد الحما لكي نعمل بهذه الوصاية التي سمينا بها ندو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميع آمين ناري تكبير الله أكبر ناري تكبير الله أكبر حضرت محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم حضرت ميرزا غلام أحمد قدياني حضرت أمير المؤمنين زندبار حضرت أمير المؤمنين زندبار ناري تكبير الله أكبر شكرا